اهلا بكم في كارات مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين فيديو جديد ومهم فيديو هنتكلم فيه بصراحة عن توقعات لعلمة روسية فلكية يعني بتفهم فيه اخبار النجوم والدراسة بتاعتها وتأثيرها لحركة الكواكب على البشر حد يقول لي ده كلام خرافة ومش حقيقي وبس انقدر نقول دي وجهة نظرك فيه ناس تانية معترفة بهذه الدراسة وبتقول ان هما بيدرسوا انظمة وبيدرسوا لحظات تاريخية حصلت بنفس المنطق ده او بهذه الزاوية الفلكية من مئة سنة مثلا حصل كذا فلما تحصل هذه الزاوية معناها ان التاريخ بيقرر نفسه وده اللي هنعرفه من خلال علمة الفلك الروسية تاتيانا بورش وده الموقع الرئيسي بتاعها بتتكلم فيه عن توقعاتها العالمية لعام 2024 قبل ما نبدأ بفكر حضراتكم بالاشتراك تفعيل الجرس نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد الموضوع مهم جدا لانه بيقف علي العديد من الخيارات اللي ممكن تقف قدام نحنك نحو اشخاص اكتر منها كمان دور انا مش هتكلم عن ابراك طبعا انا هتكلم عن توقعات عالمية قدامكم هي الصفحة الرسمية بتاعتها طبعا انا مش هعملها لكم بالانجلش هزينها بالعربي فهنترجمها مع بعض ونشوف قالت اس تزيوها منزلها المقال ده في 31 عشرة الفين تلاتة وعشرين عن توقعاتها لعام الفين اربعة عشرين خلينا كده نبشين مع بعض هنترجم كل حاجة للعربي علشان نكون مع بعض وفي نفس الوقت تبقوا عارفين ان احنا ما بنجيبش حاجة من عندنا كل حاجة قدام حضراتكم اهو المقال مكتطف من كتابها الابراج الكاملة لعام الفين اربعة عشرين ست دي عام زي ما جي فرح ولكن في روسيا بتقوله بينما نتعمق في الاتجاهات الفلكية العام الفين واربعة عشرين لازم ان نكون فاهمين ان الاعوام اللي قبل كده عشرين عشرين الفين واحد وعشرين الفين اتنين وعشرين الفين تلاتة وعشرين هي سلسلة من الاحداث يعني بتكمل بعضها ما ينفعش ان احنا تكلم عن اربعة وعشرين من غير ما نعرف ان كلهم عبارة عن سلسلة واحدة ماشيين مع بعض واللي بيحصل خصوصا في الفين اربعة وعشرين تغيير في هذه السلسلة وهو الانتقال الكبير اللي حاجة اسمها عصر الحوت من عصر الحوت لعصر الدلو العصر الحوت ده عيشنا فيه الفين مئة وستين سنة فتخيلوا هنخش في عصر جديد في عام الفين اربعة وعشرين اللي هو عصر الدلو يعني الاحداث اللي هتعد علينا ما يعرفهاش التاريخ الحديث لان بدأ تسجيل التاريخ اه الحديث ده يعني من قريب مش من بعيد فالحداث اللي احنا هنشوفها دي احداث جديدة اديكم شايفين اللي بنشوفه ده ما اول مرة نشوفه ان كان تطور في التكنولوجيا ان كان في الحروب ان كان في السلوب الحياة ونمط الحياة محدش يقول ان الكلام ده عادي المهم خلينا نشوف بالزبط اللي هيحصل في موضوع السياسة والاقتصاد هي بتقول احنا مقبلين على عام صعب اخر ونقدر ان احنا نقسم اربعة وعشرين دي الى فترتين مختلفين تماما النص الاول هيكون المسيطر عليه هو كوكب المشتري وهو اقوى كوكب في نظامنا الشمسي وهيكون في بورد التور وده هيخلق جانب مناسب مع زحل طب ايه معنى الكلام ده بمعنى ان الاحداث اللي هتحصل على المسرح السياسي ينفع ان احنا نعرف نتنبأ بيها وهتكون معروفة في حاجة مهمة فلكية هتحصل من 18 ل 26 اربعة 2024 هيكون كوكب المشتري وقرانوس الاتنين دول مع بعض وده من اكثر النقابات غرابة من اكثر الحاجات الغريبة ان الاتنين دول بقوا مع بعض يعني الحدث اللي هيحصل بسبب هذا الموضوع ليه دعوة بالتمويل ليه دعوة بالاقتصاد فالاقتصاد هيبقى فيه لئمة ازمة صعبة جدا وهيحصل فيها هبوط شديد وخصوصا الناس اللي بتشتغل بالعملات الرقمية ياخد بالهم الايام الجاي خصوصا في شهر اربعة هنشهد فيه صعود وهبوط كبير يجنن خلي الناس تشتري فجأة وبعد كده يحصل هبوط ويخسروا كل فلوسهم وهيغير اسواء العملات بشكل خطير وهيحصل فيه تحولات مالية ويبقى فيه حاجات غريبة في بعض الناس ممكن تشهد بعض الحاجات الايجابية وفيه ناس تانية تشهد حاجات سيئة حاجات الايجابية على مستوى الاشخاص يعني مثلا ترقية زيادة في الرواتب استثمارات نجحة ولكن في نفس الوقت على الاقتصاد العالمي هيبقى فيه مشاكل كبيرة جدا بالنسبة لنص الاول من العام هيبقى وقت كويس جدا بالنسبة للصين انها توسع قوتها ان كان اقتصادي مفوضات نجحة لتيوان مش هيحصل حرب هي بتقول هيبقى فيه مفوضات هيكون النص الاول برضو من 24 عام ايجابي للهند واقتصادها هيكون مرتفع على مدى الثلاث سنين او الاربعة اللي جايين وهتكون قادرة على استثمارات في حل مشاكل زي الفقر وتطوير البنية التحتية والصناعة وهكذا ولكن الامور مش هتكون وردية في العالم القديم زي اوروبا وامريكا حيث هتمر المحركات الاقتصادية زي المانيا بفترة فلاكية مزعجة فترة فلاكية مزعجة اسمها عبور زوحل عبر علامة القمر اللي هي اسمها باللغة الفلاكية ساد ساتي الفترة دي ممكن تتمر للمدة ثلاث سنين هيحصل فيها طباط اقتصادي والطباط السياسية واجتماعية صعبة جدا واصلا بدأ الاتجاه في هذا الموضوع من 22 وهيقعد ثلاث سنين لغات 25 النص الاول من 24 هيبقى حاسم بالنسبة الروسيا روسيا هيبقى فيها انتخابات وبوتن هيكسب وهيفضل في السلطة على الرغم من وجود معارضة روسية وتدخل طبعا من الغرب ولكن بوتن هيبقى في الكريملين وحكومته هتبقى فيها قدر كبير من التغيير هيغير حاجات كتير في الحكومة وفي هياكل السلطة هتبدأ الحرب في اوكرانيا في التباطق الى حد ما خلال النص الاول وعلى الرغم من كده مش هيكون فيه اي عمال عدائية كبيرة منوشات كده بتطلع من فين لآخر بدأت الصعوبات بتواجه اوكرانيا في تقسيم البلاد ودي من سنة 2020 لكن من الفترة لغاية 2014 25 دي اخرها 2025 في الاخر الموضوع هينتهي بتقسيم البلاد لمناطق نفوذ مع تعرض استقلالها للخطر وقالت كمان ربما قبل كده كمان ممكن تطالب بولندا علنا بالسيادة على شوية اراضي والاراضي الغربية واللي تم التنازل عنها الاوكرانيا بعد الحرب العالمية التانية وهيبقى فيه كلام زي ده من ناحية الاقتصادية هيبقى وقت مش كويس بالنسبة الروسيا بسبب العقوبات والقيود ولكن هتقدر روسيا تعمل توازن بانها تعمل شراكات مع دول تانية في مناطق تانية في انحاء العالم زي الدول العربية اما النص التاني من عام 24 هيبقى اكثر ازعاجا لكل الدول واكثر صعوبة بكتير من النص الاول يعني اللي بنشوف كل ده في النص الاول ما جيش ولا حاجة في اخر 6 من السنة بسبب انتقال كوكب المشتري البرج الجوزاء وبحلول شهر 6 هنبدأ في رؤية التغييرات في الخطط والصراعات سواء ان كانت في علاقاتنا الشخصية او بين الدول ولغاية ما نوصل لنص تمانية هيبقى الموضوع صعب جدا وبيبشر بمعركة بين الهياكل القديمة والعالم الجديد اللي احنا عايشين فيه وهيتكرر هذا الجانب مرة تانية في خريف وشتاء لدرجة ما فيش اي بلد تنجو منها هذه الازمة شفتوا لدرجة ايه ممكن نشوف شوية حرب بين روسيا واوكرانيا في 2024 وتكتسب الاعمال العدائية حدة جديدة لغاية النص اوام 25 لغاية نهاية الحرب وتفكك اوكرانيا خلال النص التاني ايضا من العام هنشهد اتحاد الاوروبي بينقسم ودول اوروبية معزلة بتعلن استقلالها من الاتحاد الاوروبي وهيستمر هذا الاتجاه لغاية 2025 هنشوف دول بتستقل اكبر وبنكون هو السبب هو الازمة الاقتصادية اللي هتكون حصلة اللي هتجبر الحكومات على العمل نيابة عن بلدنا ومن الواضح ان مش هنشوف اي تكرار لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي على الرغم ان بعد كده بعد 3-4 سنين هيخضع الاتحاد الاوروبي التغييرات خطيرة هيحصل فيها حاجات غريبة اما امريكا بقى عام 24 هيكون بالنسبة لها صعب جدا يعود بلوتو الى مكانته في مخطط الملاد الامريكي وده مهم هيكون في قطاع السماء هو مسؤول عن النظام المصرفي والمال حتى الحالة العاطفية للمجتمع هتكون فيها مشاكل يعني الاقتصاد والمجتمع هيواجه مشاكل كبيرة جدا بلوتو هو الكوكب المسؤول عن التطهير والتجديد يعني هيحصل تدمير شديد جدا لكل ما عفى عليه الزمن ما يؤدي الازمات عالمية رهيبة لما فر منها مع اي تغيير في النظام يعني هيحصل تغيير في النظام وهنشوف مظاهرات ضد الحكومة الحالية فضلا عن صراع كبير جدا على السلطة بين اعضاء الطبقة الحكمة خلال نص التاني من السنة ممكن تفقد امريكا الكثير من الحلفاء وهيستمر هذا الاتجاه لغاية 2025 وده هيكون بسبب قوة الصين وروسيا والهند او بدلا من ده المشاكل الاقتصادية كبيرة جدا هتضعف من دور امريكا باعتبارها القوة المهيمة شايفين يا جماعة الكلام ولما تيجى الانتخابات الرئاسية الامريكية في 24 بتكرار اللي شفنا في 2020 هيكون من الصعب ان احنا نتخيل جو بايدن موجود في الرئاسة هيمشي ولكن هذه الانتخابات هتكون مليانة فضايح على الارجح بسبب خطبات ترامب خلال نص التاني من العام هكون كوكب المشتري في برج الجوزاء اللي هيدعم ترامب يعني يا شايفة ترامب ممكن موجود او شايفاه على قال هيكون شخصية مركزية في الولايات المتحدة الامريكية ولكن هيفضل في النص الاول من عام 24 مشغول بالمشاكل القانونية والقضائية ولكن خلال نص التاني من العام ممكن يكون مركز اهتمام المجتمع وبعدين والواقف ضد ترامب واحد اسمه رون دي سانتس هي شايفة برضو ان ليه فرصة كبيرة جدا هي مش عارفة تاريخ ميلاده بتقول غير معروف ولكن بتقول اعتقد ان عنده فرصة كويسة ان هو يبقى الرئيس هو او ترامب وبتقول بالنسبة للشرق الاوسط الوضع غير مستقر ولكن في عام 24 هيندلع نوع من المواجهة العسكرية طبعا دي حاجة متوقعة بالنسبة الاحادث اللي احنا بنشوفها حاليا وبيخلق كوكب المشتري في برج الجوزاء جانب سلبي مع كوكب زحل اللي هيتقفل في نص تمانية وده كله بينزر بصعوبات للاقتصاد ويعني ان الوضع غير مستقر الى حد كبير مع وجود اسواق متقلبة ومشاكل في القطاع المصرفي ومع ذلك ممكن نشهد اختراقات علمية وربما تكنولوجيا واكتشافات جديدة تنتظرنا في ايدي العلماء الشباب والموهبين في العالم برغم الاسل اللي احنا شايفينه لكن من الجانب العلمي هنشوف حاجات مهم اكيد مش هنتكلم عن الموضة هنتكلم على طول على المناخ هيكون التقص غير مستقر طوال العام هتأثر الفيادانات على الدول السحلية والجزر وربما نرى نسخة اكثر خطورة مما حدث بالفعل في عدة مناطق من العالم وخلال نص التاني من العام يمكن ان تتوقع ان احنا نشوف العديد من البلدان بتتعامل مع الرياح والعصير القوية دي بالزبط التوقعات بتاعتها هتكلم في اخر حاجة من ناحية الشخصية حاجة بسيطة هيريت نسمعها خصوصا الناس اللي بتستثمر او دخل على قرارات مهمة في عام الفين اربع وعشرين بتقول يمكننا ان نقول ان كل شخص عنده مصير خاص طبعا فان الظروف العالمية غالبا ما تنعكس بشكل غير مباشر على حياة كل مننا يعني لما الدنيا تبقى فقرانة غير لما تكون الدنيا مزهزهة على الرغم من كل التقلبات ان النص الاول من عام اربع وعشرين هو افضل وقت للزواج او انجاب الاطفال او شراء العقارات يعني الحق في اول ست شهور النص التاني لا انصح باي سفر لمسافات طويلة او بدأ اي اجراءات قانونية او اتخاذ قرارات مهمة بشأن الانتقال خلال الوقت ده هتنهار العديد من العلاقات العالمية والدولية فما الحد ش يسافر اذا كانت الامور علم حق بالفعل لكن يمكنك المعرفة المزيد من خلال توقعاتي لكل علامة برج طبعا بتقول حظ سعيد في عام الفين اربع وعشرين علامة الفلك تاتيانا بورش فالست قدر موقع بتاعها الرسمي وترجمناه باللغة العربية وقاديكو شفتوا هي قالت ايه طبعا هتقولولي هي ما تكلمتش عن الشرق الاوسط كتير قالت جملتين تلاتة ويمواجهة عسكرية لكن خدوا بالكم هي واحدة روسية فليهما هي روسيا واوكرانيا اوروبا وامريكا والحطة دي وبرضو ما ننساش ان الدول دي مهمة جدا لان كلنا بنقصر على بعض اللي بيحصل هنا بيقصر برا واللي بيحصل برا بيقصر علينا لانها قالت الازمة الاقتصادية اللي هتحصل هتقصر على كل بلد تقريبا فيش ازمة فيش دولة معزلة لن تنجو من هذه الازمة خدوا بالكم على فلوسكم وعلى اموالكم على مقتنياتكم على حاجتكم هذا العام مش عام التسليع والترفيه خدوا بالكم من الحاجة بتاعتكم بكده نكون انتهينا شكرا لحضراتكم اشوفكم بخير وطبعا محتاجة رأيكم في التعليقات لو عايزين ابراج لهذه السيدة اكتبولي تحت في التعليقات اعملكم فيديو ليها من غير نوطفيكيشن علشان الناس اللي ما بتحبش الابراج شكرا اشوفكم بخير كان معكم اختكم مريم من قناة مساء الأخبار ما تسوش الاشتراك تفعيل الجرس نعمل لايك وشير للفيديو